توقع من الشارع في مدينة سبهة الجلسة لم تكن المطلوبة بل بالعكس عززت المخاوف من ترشيح لحكومة جديدة وبالتالي هذه المخاوف التي يمكن أن تسبب الانقسام وأن تطيل المدة أكثر الانتخابات بالفعل تأكدت تقريبا أنها لن يتم إجراءها في موعد قريب زاد الاستياء كثيرا بالنسبة للمواطنيين من أعضاء البرلمان هذا الاستياء من قبل كان موجود بحكم أنهم لم يقدموا أي فائدة للمنطقة الجنوبية الآن بحديث على الحكومة أننا متواجدين داخل الهيئة الوطنية المكافحة للفساد كنا في لقاء حصري مع رئيس الهيئة وقال بأن ستتم متابعة رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد بيبة وجميع الوزراء لأنهم لم يقوموا بتقديم نعم حامد أستمع إليك لأنهم لم يقوموا بتقديم الإقرار المالي وبالتالي إقرار الذمة المالية وبالتالي هذا كان أحد الشروط من أجل التقديم على الانتقابات الرئاسية فكما صرح أنه سيتم إحالة هذه الملفات إلى الرئيس القضاء لمتابعة هذه القضايا الكل مستاء سواء كان من الجلسة أبرلماني اليوم أو من أداء الحكومة بشكل عام فالوضع لم يختلف فيمكن أن نشاهد في الأيام القادمة احتجاجات كبيرة في المنطقة تطالب بتحديد موعد للانتخابات بالإسراع في تحديد هذا الموعد وأيضاً بإزالة الأجسام الغير شرعية ترجمة نانسي قنقر